نروح لمحمد صلاح اللي قال كلام في منتهى الأهمية كل الناس مبارح في مؤتمر الصحفي بتسأل صلاح عن تحقيق الفوز وهل الفوز ده هيكون مهم؟ هل الفوز ده صلاح مستنيه؟ هل الفوز ده هيخلي صلاح مرشح بقوة في السنة الجاية للألقاب الفردية؟ يا صلاح رد منتهى الرزانة ورد رد جميل جداً قال إن بطولة مع منتخب مصر شيء عظيم جداً 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 خصوصاً قال أنا هو حق بطولات في أوروبا وبطولات في الدول الإنجليزي وفي سويسرا وبطولات كتيرة جداً 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 قال ولكن بتمنى تحقيق الفوز في النهائي علشان تحقيق فوز بطولة مع منتخب مصر ليها طعم مختلف وقال هو حلام مش بيركزه مش بيفكر فهي ألقاب الفردية مش بيفكر في أي حاجة في المستقبل غير دلوقتي بس بيفكر في فوز منتخب مصر بكاس وكشف صلاح إن مفتاح الفوز هو اللعب الزي اللقاءات اللي فاتت وكان ليه كلمة شهيرة جداً قررها أكتر من مرة في المؤتمر قال إحنا عايزين نلعب زي اللقاءات اللي فاتت ولا أكتر ولا أهل يمكن نزود شوية في المجهود ولكن لو اللعبنا زي اللقاءات اللي فاتت بالزبط إن شاء الله يكون الفوز معنا قال كل اللعبين اللي معنا رجالة في الملعب وحقا نلفوز على ثلاث منتخبات مرشحة للقب بقوة زي كوتوفوار والمغرب والكاميرون وشدد إن المبارات السناغال هتكون لقاء قوي جداً جداً واللعيب هيخش اللقاء ده بمثابة حياء أو موت يخش اللقاء ده بعقلية البطل وإن شاء الله نحق الفوز ورفض صلاح الحديث عن مواجهة السناغال في تصفيات كأس العالم وشدد إن المباراة النهائية هي الأهم حالياً بعد كده هنفكر في مواجهتي مارس صلاح مبارح أنا شفت المؤتمر بشكل قوي جداً مش أنا الواحدي كل العالم وكل المصريين ركزوا جداً مع كل تصرحات محمد صلاح محمد صلاح مبارح كان فيه أريحية جداً في كلمه كان بيتكلم بكل هزار بيهرج مع الناس حتى تسأل عن مكة وحد قال له مكة عارفة إنك بتلعب في المنتخب الوطني دلوقتي فقال لهم آه عارفة وهي عايزة نرجع وبتدعي لي حتى داح الجد ونقال مكة دعت لنا اللي إحنا نفوز واجيب الكاس ورحلها وقالت لما مكة دعت يعني خلاص إحنا كسبنا إن شاء الله نحتفل كلنا ومكة تحتفل مع محمد صلاح بالفوز بتاع النهاردة إن شاء الله